السلام عليكم أعزائي سلاميات سنة ثالثة متوسط أهلاً وسهلاً بكم معي من جديد أعزائي متابعي للقناة الجدد أهلاً وسهلاً بكم معي إخوتي شرفتوني ونورتوني ما تنسى وشوفت لكم دعم القناة بالضغط على زل الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله نواصل أحبتي صفحة رقم 85 كما راكم تشوفوا معايا هنا اليوم بإذن الله عندنا أطولية دي كريتور يعني رايحين نتعلموا كيفاش نكتبوه لرسي إسطوريك ليهو القصة التاريخية أول ناصحة هي أنكم تركزوا يعني تحفظوا للأفعال المستعملة وكذلك المصطلحات المستعملة في هاد الوضعيات يعني باش تكون سهلة عليكم مرة أخرى بإذن الله تابعوا معاي كميارما imagine la suite des évنements de ce récit historique دابري الواطن du 16 août 2016 en employant les temps du récit au passé تخيل تكملت الأحداث أو أحداث هاد القصة التاريخية يعني وطنة مقدمة وحنا راح نتخيلو تكملت الأحداث هاد يعني le récit historique يعني من جديدة الوطن ولا وكذلك لازم عليكم تستعملو أزمينة القصة التاريخية في الماضي اللي هي اللي شفناها لنهي pas سي سمبل وكذلك شفنا لنبارف يعني كل واحد الستعمال تعو ولا emploie les verbes encercler bombarder blesser survoler fuir se réfugier courir démolir يعني استعمل هاد الافعال encercler هي حوط أو يعني أحاد bombarder قصف blesser juricha survoler حلقة أو طار fuir هرب se refugier لجأ أو يعني اختبأ في مكان ما courir يجري démolir هاد دم voilà هنا كما راكم تشوفوا عندنا المقدمة رايحين نكملو الأحداث معباد Un village décimé par la furie colonial قرياء حد دمات في الغداب الفرانسي C'était le mois d'août 1958 يعني في شهر عوض الفرانسي أو ثماني أو خمسون les soldats français étaient venus tôt le matin afin de mettre le feu au village émakري situé sur les auteurs de Nasiriyah commune de Boumerdes في شهر août 1958 لها العديد كانت تحلق القرية حتى لا يتركوا أي شخص يهرب نحو الغاب Les habitants du village fouillaient et couraient dans tous les sens pour se refugier quelque part dans cette terre de désolation سوكين القرية عربوا et les habitants les habitants et les habitants les habitants à la place en l'arbre dans cette terre la m'hacrâne malheureusement les blessés restent sur place والسوء الحد الجرحى يعني أو المصابين بقوا في المكان يعني مقدروا شوما يهربوا ويروحوا مع السكان القرية الآخاري Les survivants se souviennent encore de ce mois d'août 1958 والناجون أو الذين بقوا على قيد الحياة ما زالوا يتذكرون شهر أوت 1958 إلى يومنا هذا هذا فيما يخص أحبتي هذا النموذج يعني ممكن تعتبروه وضعية إدماجية لقصة تاريخية يعني حاولوا أنكم تحضروا أنفسكم انتلاقا من هاد يعني التمارين اللي رانا نقوموا بها اكتبتة نمو دو غيديش لفن دسو ريسي إستوريك إكستري درسي دفو دمحفوظة قداش اكتب نهاية هاد القصة التاريخية يعني اللي هي ملخصة لقصص النار للكاتب محفوظة قداش voilà كيما راكم تشوفوا عندنا احنا المقدمة وكذلك الأحداث المطلوب أنكم تكتبوا نهاية أو تتخيلوا نهاية هاد القصة يعني النهاية رح تكون يعني نوعا ما قاسرة تابعوا معي نو بارتيم لكام سبتمبر 1957 إلى نوية تنبانة يعني انتلاقنا يوم 15 سبتمبر في 1957 عند هبوطة الليل يعني هذا الشخص الذي يتحدث هو كان جزء من مجموعة جنود يعني أو من مجموعة مكولة من 15 جندي وكان واحد فقط منهم يعني من هذا الخمسة عشر واحد فقط منهم كان مسلح ببندقية صيد قديمة نوتر ميشن أفضل ببطة لشمينما دزارم وميشن أفضل تونسي ومهمتنا كانت شحن الأسلحة والدخيرة انتلاقا من تونس نو ندفين مرشي كو pendant لنوية وكان يجب علينا المشي في فترة الليل فقط يعني كانوا يمشي بغير في الليل يعني حدث العدو ما يشوفهمش ومن يجب علينا انتقال على الجبل الأحمر في يوم الثلاث سبتومبه نحصل إلى الجبل الأحمر في مطقة الأحمر على أكبر 5pm نحن نصبب مع الأسلحة والدخيرة ومتعامنا الاجبلة لغايا وشاعد للجبل الأحمر وحوالي الخامسة صباحا وجدنا أنفسنا وجها لوجها مع عناصر العسكر الاستعماري التي كانت تقوم بعملية بحث وعملية تمشيط للمنطقة عمليات تمشيط هي كانوا يعني يديروا جوالات ويبحثوا فيها على المجاهدين في المناطق هذه المنطقة اينا كان يوجد عدد مهم من عناصر جيش التحرير الوطني نو نو pouvيان غيبوستي الانفر دي بال اي دي لانس فلم كي سباتي سورنو ونحنو لم نستطيع السمودة يعني امام طلاقات الرصاص وكدلك السنة اللهب الموجهة نحوانا نو پرمت لدسيزين دو نو دسPERسي دانتو لسنس واخدنا قرار لان ننتشيرا وان نتفرق في كل الاتجاهد نو زیتون انسرقلين دو تتو تبار وكونا محاسرين من كل ال جيهد نو نافيون اوكن شانس دو نو زن سورتير ولم يكن لنا اي فرصة او اي امل يعني حتى نخرج ولا احباتي هاد يعني الاحداث اللي قامت يعني هاد المجاهدين راحوا جابوا السلاح من الحدود الزونسية لما وصلوا الى جبل الاولاس حاصرهم العدو وبدأ في اطلاق النار واللهب عليهم وهم يعني لم يستطيعوا الخروج دوك احنا انتموش لازم عليكم لازمنا نتخيلو نهاية هاد المعركة او نهاية هاد الاحداث احنا راحوا اعطانا الجملة يعني المفتاحية باش تقدرو تتخيلو بها النهاية اميراكل سو بروزي معجزة حاصلت علىقته بالا فزيادة دز المان دلالان معجزة حاصلت ويعني هاد الاعداء من جيش التحرير الوطني سمعوا اطلاق النار وسمعوا المعركة بعدها هاد عناصر الجيش التحرير الوطني يعني راحين يدخلو في المعركة مع العدو حتى يقوموا بانقادة المجاهدين الاخرين او المجاهدين المحاسرين دانك لازم راح تكون كالتالي دز المان دلالانا اتاين بنو اعنطر سوكور احنا سرجيش التحرير الوطني قدمو لانقادنا إلا زنترق دان لباتاي ودخلو في المعركة يعني ضد العدو وعلى الرغم من ان رساكر العدو كانوا كثر ومسلحين الا ان المجاهدين نجحوا في تحريرنا وانقادنا هذا فيما يخص احبتي هاد التمارين يعني انتم من فضلكم حاولوا تجتهدوا وديروا نماذج من عندكم يعني هاد المواضيع راحين مشوقة جدا ممتعة حاولوا انكم تكتبوها وتستمتعوا في ذلك في هاد الصفحة احبتي بقناة هاد العنصر الاخر فقط رح نقرح لكم في الصفحة الموالية رحين انكملوه معا بعد جه كري ليه attentiveما ستكستخي ادابتة دي لابندسيني بتي عمر لاريولوسيون دان لكارتابل دي أس أميرات اي بي أباس كبير اقرأ بانتباه هاد المستخلص الموجود على شكل باندسيني لابندسيني هي مجموعة الصور التي نستطيع من خلالها كتابة القصة يعني هاد المصطلح كنا شفناه في السنة الثانية متعصد هاد لابندسيني العنوان تحا بتي عمر يعني عمر السغير الثورة في المحفظة يعني هاد عمر هو واحد من الاطفال الذين شاركوا في الثورة الجزائرية هنا عندنا هاد المقدمة يعني الفدائيات هما البنات أو النساء اللواتي شاركنا في الثورة وخاصة أنه يصهر على وصولهن بسلامة وبصحة إلى موعدهن يعني هاد الفدائيات كان عندهم موعد وعمر لبتي عمر هذا كان لازم عليه يأمن لهم الطريق هاد الفدائيات كانوا رحين يمروا من شارع أبد الرامس كي معاكم تشوفوا أحباتي هاد هي لابندسيني بتاعنا اللي رح نخدمو عليها فقط في هاد الصفحة رح نتوقفو يعني 85 رح نتوقفو فيها ونوصلو في الصفحة الموالية بإذن الله بهذا أترككم في رتلاح حفظه وسلام الله عليكم